بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليكم مشاهدين الأكارم ورحمة الله وبركاته في حلقة جديدة من برنامج إضاءات في زيارة الأربعين وأرحب بضيفي الدائم في هذا البرنامج فضيلة الشيخ علي موحان حياكم الله شيخنا العزيز وأهلا وسهلا ومرحبا بكم حياكم الله تكلمنا في الحلقة السابقة في كيف أن للزيارة ثلاث أركان الركن الأول هو الزائر والركن الثاني المزور والركن الثالث هو الزيارة واستفيض الكلام في المزور ومقامه ومقام سيد الشهداء سلام الله عليه وكان الكلام في الزائر شيخنا العزيز لا زال الكلام في حقوق وواجبات الزائر تجاه المزور أعوذ بالله من الشيطان العين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين الحمد لله الذي من علينا بمجاورة الإمام الحسين عليه السلام ومجاورة أخيها بالفضل صلوات الله وسلامه عليه وأسأل الله لا يحرمنا هذه المجاورة في الدنيا والآخر أمين يا رب العالمين ذكرنا في البداية أن الإنسان العاقل عندما يقوم بفعل من الأفعال لا بد أن يكون هذا الفعل معلل بغاية من الغايات والمفروض أن الزيارة كفعل من الأفعال كذلك لا بد أن تكون معللة بغاية غايات الناس قد تختلف من شخص إلى شخص لكنه في النهاية على كل زائر أن يعرف أن الغاية الأساس التي لأجلها شرعت الزيارة كون الزيارة من وسائل سيد الشهداء وهذه الوسيلة لا بد أن تدور في نفس الفلك الذي لأجله ضحى سيد الشهداء بنفسه والإمام يبين أن الغاية من التوحية بنفسه إنما كانت لأجل إنقاذ الناس أنه يستنقذ عبادك من الضلالة وحيرة الجهالة أو بالعكس من الجهالة وحيرة الضلالة ربما العبارة تختلف في بعض المسخ فالمفروض أن الزيارة غايتها أنه يكون تطبيقا لهذا المعنى هذه المخطوعة أنا أريد أن أخرج من دائرة الضلالة وحيرة الجهالة من الجهالة والضلالة يتساءل شخص كيف أخرج من هذه الدائرة الآن هناك مسافة بين هذه الغاية وبين النتيجة الحاصلة هناك نتيجة حاصلة أن الناس الآن سلوكها يكشف أنهم الآن في أعلى مراتب مكارم الأخلاق وهذه المكارم التي تظهر هذا الخير الذي يظهر المفروض ما ظهر هذا الخير إلا أن هذا المعنى الشريف أو العالي الذي في أنفسهم قد ظهر يعني الآن قد يعجز عن أن يفسر لكنه يقول انظروا إلى سلوكي سلوك الآن بعض من هو موجود الآن سلوك يضاهي يعني لا نتحرج من هذه العبارة يضاهي سلوك كثير حسن من الأوصياء بل لربما من الأنبياء أنه عندما يتصرفون بهذا الإيثار بهذا الكرم بهذا البذل والسخاء أنه لا يتصور أن الإنسان يتصرف بهذه الطريقة فالحسين عليه السلام هو الذي فجر في هؤلاء الناس كل هذا الخير لو نرجع قليلا إلى الحلقات السابقة ذكرنا أن لسيد الشهداء سلام الله عليه محبة مكتومة في قلوب المؤمنين وحرارة لا تبرد أبدا ومعرف مكتومة أيضا وهذا الذي نراه من تفجر وإظهار للخارج هو كأنما نتيجة لهذه المحبة المكتومة والحب وقلنا أنه مطلوب من الإنسان مطلوب من الإنسان أن يواضب على هذا الارتباط بسيد الشهداء ليس فقط في هذه الأيام لأنه بهذه المواضبة تتحول القضية إلى ملكه طبعا من نعم الله وفضله نحن خلال تواجدنا في هذا المكان الطاهر نشاهد خصوصا في ليلة الجمعة أن بعض المؤمنين من المواضبين بشدة على قضية زيارة ليلة الجمعة بالذات يعني كأنه هذا الأمور من المحرمات أنه ممنوع التجاوز على هذه القضية يقدم أي شيء في هذه الدنيا يعني فداء ويبذله أصبحت من الملكة يعني أنه قضية لا نقاش فيها يعني يشعر بنقص شديد بموت شديد إذا تخلف عن هذه القضية أنا قبل أيام التقيت بعض الأخوة المواضبين فكان يعني تفاجأت أنه يوم الجمعة كان مجيئة فسألت أنه ما الخبر أنه يعني ليلة الجمعة أنا ما شفت كمة فقال سبحان الله ضرف جدا جدا طارئ يعني منعني من أن أأتي فلذلك أنا الآن جئت في هذا اليوم قضاء قضاء عن ليلة الجمعة قضاء عن ليلة الجمعة وصل الحد إلى هذه الدرجة لا يمكن أن يديم أسبوع كامل يعني من غير أن يتواصل مع سيد الشعر على الرغم أنه من مسافات فعيدة ربما من البصرة من ميسان من واسط فالآن عندما نتحدث عن هذا الأمر أن هناك غاية يراد أن يصل الإنسان إليها وهذه غاية مرتفعة وعالية وهي الأصل في الزيارة هناك غاية دانية يمكن أن يتحصل الإنسان على خير كثير نعم يعني مما يترتب على الزيارة كما أنه في صلاة الليل مثلا أنه وجهه يكون نيرا رزقه وافرا لكنه في النهاية يعني صلاة الليل يعني توصل إلى مقام جدا مرموق وعالي يقول تعالى في القرآن الكريم وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا مقامًا محمودًا إن شاء الله نمر على المقام المحمود وكيف أنه بالحسن والسلام يكون كذلك يعني من جهة صلاة الليل يعني توصل إلى المقام المحمود ولكنه هناك آثار أخرى يعني لصلاة الليل هذه الآثار الأخرى البعض قد ينشغل بها ويعتقد أنها هي الغاية لكنه بالعكس كون أن الغاية الأساسية التفت لها أن الوصول بسيد الشهداء إلى المعرفة أن يكون في مقام سيد الشهداء الانتقال من الغاية إلى التطبيق العملي والممارسة العملية للوصول لهذه الغاية وهذا الأهم وهذا الأهم مطلوب من الإنسان أنه عندما يريد أن يشرع في سفره إلى سيد الشهداء يبحث أنه في كتاب المفاتيح مثلا الآن عندما يقرأ الإنسان في الروايات الواردة في آداب السفر في آداب زيارة الحسين عليه السلام يعني من المهم يفرد صاحب المفاتيح رحمة الله عليه شيخ عباس القمي رحمه الله باب خاص بعنوان أنه آداب زيارة الحسين يعني يبحث في آداب الزيارة عموما أو آداب السفر عموما ومن ثم يأتي إلى آداب زيارة الحسين بالذات هناك خصوصية لزيارة سيد الشهداء الآن عندما تفتح الكتاب ستجد أول ما يبدأ في الزيارات أنه آداب السفر أنه كيف يستخير يداع العيال مال التطهير غيرها من الأمور ومن ثم ينتقل إلى الزيارات يصل إلى باب سيد الشهداء عندما يريد أن يبحث في سيد الشهداء يبدأ بآداب زيارة سيد الشهداء عندما فتح صفحة جديدة فعلى الإنسان أن يلتفت أن الإتيان لهذا المقام الإتيان لهذا المقام الشريف المفروض لابد للإنسان ما دام يسعى لمطمع كبير لابد أن يبدل شيئا لابد أن يبدل شيئا من العبارات اللطيفة التي ترد عن السيد الخير رحمة الله مثلا عندما يصف المستحبات هذه الأعمال المستحبة عموم الأعمال المستحبة يقول هذه المستحبات يعني ثمن الجنة إنما تشترى الجنة بهذه الأفعال فمن يريد أن ينال رضا سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه وأن يحصل منه على هذه التحفة التي يتحفه بها في رجوعه المفروض أنه لا بد أن يتأدب بمجموعة آداب هذه الآداب كما ذكرنا ظاهرها أن هناك تنافر بين ما هو أدب الخادم وما يجب عليه أن يقدمه وأنه يبذل يعني هذه النعم الكثيرة وكأن الطريق طريق جنة فيه ما لذ وطاب من الأطعمة والأشرب وكيف أن الزائر والسائر في هذا الطريق يجب عليه أن يتحذر يكون حذر في هذا الطريق باعتبار أن هذا طريق طويل ممكن أن تقع فيه جملة من الإشكالات والمشاكل توقفنا في المحاضرة السابقة أو الحلقة السابقة عند هذه النقطة أن من يغفل عن سفينة سيد الشهداء يكون معرضا للشياطين والأبالس ركوب في السفينة هو سيرة لهذا الطريق الآن عندما يأتي ويطوي هذه الأيام شرط بقائه في السفينة هو أن لا يغفل أن لا يغفل بمجرد أن يغفل كيف يغفل؟ يلتفت أنه يبدأ بأن ينتقد يبدأ بأن ينتقد مع أنه ينتقد من؟ ينتقد أي ظاهرة أمامه أي ظاهرة الآن أمامه هو يرى أنه بإمكان أن يصلح هذه القضية فيرى أمرا مثلا فيه خلل فينتقد هذه الجهة ويرى أمرا فيه خلل ينتقد هذه الجهة في حين المفروض هو يكون ينظر إلى هذه الجهة أنه كيف بدأنا وأين وصلنا حسنت في كل سنة المفروض الآن الأمر في تطور وفي تقدم وأن الأشياء لا يمكن أن تأتي دفعة واحدة بالعكس المفروض هو يحمد الله على هذه النعمة العظيمة التي وصل إليها الآن وأن لا ينشغل المهم المهم أن لا ينشغل بمجرد الإنشغال وهناك من يثير هذه الإنشغالات في ذهنه طبعا هناك من ينبه كأن الشيطان يمشي من وراءه ويتمثل هذا الشيطان بكثير من وسائل التواصل وسائل الإعلام الموجودة أنه يشير له أنظر إلى هذه الحالة السلبية أنظر إلى هذه الحالة السلبية أنظر إلى هذه الحالة السلبية هذه المشكلة يعني منافية تماما أنه للأنا أنه عندما هو يرى نفسه أنه هو لو كان بمقام فلان أداء للعمل بأفضل من هذه الطريقة لو كان هو في هذا المكان لكان أدى العمل بأفضل من هذه الطريقة هذه شيخنا هذه واحدة من موارد الأنا؟ قطعاً الآن الأنانية يعني الآن عندما يعني لا نقول أنه يرضى بالسلبيات لكنه الآن هو في طريق هو في طريق المفروض أنه عليه أن يلتفت إلى يعني الغاية التي يريد والمفروض أنه تكليف ما هو تكليفك؟ المهم أنه يعرف الإنسان تكليف وإلا إذا مر وكانت عينه على الأشياء سرعان ما سيكتشف أن هنا خللاً أن هنا أمراً مثلاً يعني من باب التقريب يوقف لو كان هو بناء مثلاً ويمر ما شاء الله مجموع البنايات التي على الطريق كل ما عين تقع على بناية من البنايات سيشخص خللاً في هذه البناية ويقول أن هذه البناية فيها خلل أنا لو كنت يعني من مارس هذه العملية كان فعلت كذا وكذا يمر على البناية الثالثة وهكذا على البناية الرابعة وهكذا تشغله حرفته تشغله نسبه يشغله هيئته تشغله يعني أمور كثيرة يعني لا بد أن يشغل بشاغل هذه الشواغل كون يلتفك له أنه لا بد أن يضع عينه يعني على نهاية الطريق إلى الغاية هناك بعض الأعلام يعني أنا سمعت منها مرة عبارة جداً مفيدة ومهمة المفروض الآن ما دام هذا الإنسان الآن في سير وسير ليس جزافاً سير فيه يعني يطلب نتيجة عظيمة وكبيرة يقول أجل لكم الله يعني هناك ممارسة عقلائية العقلاء يمارسون هذه القضية وهي ممارسة لأشخاص محترفين يعرفون أنه هذه الطريقة لابد أن تكون بهذا الشكل من كان له أجل لكم الله حصان ويريد أن هذا الحصان يمشي به في الطريق لابد أن يضع على عينيه يعني نوع من أنواع الحاجب الذي يحجب عليه مشاهدة جوانب الطريق بمعنى أنه لابد أن يحصر توجهه إلى الأمام فيضعون قطعتين جلد على عيني الحصان لكي لا ينشغل بجوانب الطريق لأنه إن انشغل بجوانب الطريق لن يقوى على أن يتقدم سيلقي بصاحبه إلى الأرض فلابد أن يلتفت إلى الأمام لابد أن ينشغل بما هو قادم إذا كان الإنسان صاحب ذكر الأمثال هنا تضرب ولا تقاس المفروض الإنسان عندما يكون صاحب لا ينتفع الإنسان عليه أن ينتفع من أي ممارسة موجودة في الخارج المفروض أن يصبح صاحب ذكر دائم وتوجه لسيد الشهداء باعتبار أنه في عقيدته أن سيد الشهداء يسمع ويراه أشهد أنك تسمع كلامي وترى مقامي وأكثر من هذا أنه في الروايات عندنا أن سيد الشهداء في بعض روايات الملائكة وفي بعض روايات أن سيد الشهداء النفس ما أن يخرج الزائر من داره من بيته يرافقه سيد الشهداء إلى أن يرجعه إلى بيته يكون في عنايته وفي رعايته فمن يكون في عناية الحسين وفي رعايته أحيانا أحيانا قد يتصرف يعني كما أنه أنت تمسك بيد طفلك الصغير مثلا وتسيره ويشاهد شيئا يعجبه في الطريق يفلت يفلت من اليد ويذهب إلى ذلك شيء وترجعه القضية أنه هؤلاء الشياطين إنما يثيرون هذه الضوضاء في الطريق من أجل أنه حرف الأنظار عن الغاية الأساسية الغاية الكبرى أن هذه أيام لا تعوض حسنت هذه أيام لا تعوض يعني بعض الناس تقدم من مسافات جدا بعيدة سيرا على الأقدام فهذه أيام لا تعوض من غير المعقول أن الإنسان ممكن أن يفرط بهذه الساعات وبهذه الأيام يعني بممارسات لا تتلاءم مع سيد الشهداء صلى الله وسلم على الإنسان أن يجعل في ذهنه هذه العبارة أنه إنما أنا أسير إلى هدف عظيم وكبير فالمفروض لا بد أن تكون الممارسة التي أمارسها ملائمة يعني يمكن أن أتحصل على ذلك الهدف الكبير من خلال هذه الممارسة لا يمكن للإنسان أن يكون محاصلاً على أو يأمل 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 بالحصول على هذه الجائزة الكبيرة إلا من خلال التفات والذكر الدائم من غير الذكر الدائم سيقع في الغفلة وإذا وقع في الغفلة يتم استيادة زلت قدمه عبارات مشهورة وكثيرة أنه يعني في بعض الروايات ما معناه أن هذا الطائر الذي في السماء هذا الطائر الذي في السماء ما زال يسبح فهو محفوظ ما أن يخفل عن التسبيح حتى يصطاد الخروج من دائرة العصمة أنه الآن هو في رعاية سيد الشهداء وفي عصمته ما دام ذاكراً ما أن يخرج بهذه الغفلة عن هذه الدائرة حتى يصطاد أحسنتم شيخنا العزيز فاصل قصير ونستكمل إن شاء الله مشاهدينا الأكارم فاصل قصير ونواصل معكم إن شاء الله حياكم الله ومشاهدينا الأكارم مرة أخرى وكرروا ترحابي بضيفي الدائم في هذا البرنامج فضيلة الشيخ علي موحان حياكم الله شيخنا العزيز مرة أخرى لا زال الكلام في كيف أن هذه الوسائل التي يتخذها الزائرون للوصول إلى الغاية وهي الاتحاق بركب سيد الشهداء بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين والطاهرين ذكرنا هذه القضية المهمة المفروض أن الزائر الآن عندما يلتفت إلى أن هنا غاية كبرى يتحصل عليها من خلال هذا الارتباط بسيد الشهداء فلابد أن تكون الممارسة العملية لتحصيل هذه الغاية يعني متوافقة أو مثمرة لهذه الغاية بمعنى أن الغفلة هي أثناء الطريق المفروض قد لا توصل ويبقى الإنسان يحتاج إلى ارتباط طويل ومسافات طويلة وممارسات أخرى ثم أنه هذه الأيام التي مرت علينا ونذكرها يعني ما مر مر والمفروض أنه قد تبقى بعض أيام يعني وتختم هذه الزيارة هذه أيام لا تعوض فرصة قد لا تأتي في السنة القادمة أسأل الله أن يطيل في أعمارنا وأعماركم فالمفروض أنه على الإنسان أن يستثمر هذه الفرصة هناك التفاتة مهمة تكشف عن أن قضية الزيارة وأن هذا الزائر المفروض عليه أن يلتفت إلى أهمية ما يقوم به من عمل أنه على مر السنين هذا المنع من الزيارة قطع الأيدي على الزيارة القتل على الزيارة دفع الأموال دفع الأولاد كل هذه الممارسات من السلطة الظالمة الغاية الأساسية هو إبقاء الإنسان على جهله لأنه بجهله يحكم بيسر مع أن يلتفت ويصبح عالما وعالفا عدم إخراجه من دائرة الضلالة أحسن هذه القضية أن يبقى الإنسان في هذه الدائرة بحيث تستطيع أن تفهم أنه لماذا يحب هؤلاء أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا أن يسهل قيادهم مصالح الذين كفروا تتحقق بيسر وعافية أن هؤلاء التفتوا وإن شعروا بهذه الأهمية لأنفسهم لمقامهم في هذه الدنيا المفروض أنه لا يمكن أن يقبلوا باستمرار هذا الحكم الظالم فلذلك المفروض المنع عن زيارة سيد الشهداء هذه من الأمور الأساسية في قواميس الحكام يعني من الظالمين لأن الزيارة باعتبار أنها يعني موجهة لهؤلاء بالضد تماما من هذا الحكم الظالم لذلك ما من ظالم مر على هذا المكان إلا ومنع منها عندما تسأله أنه لماذا تمنع ما الذي يعنيه يعني لماذا تمنع هؤلاء الناس يترك الناس فقط ليأتوا ويلقوا السلام وكفى موضوع أنه البعض مثلا كان يترجم يعني في أيام النظام البائد يقول هذه يعني أشبه بالمظاهرات مظاهرات ضد النظام يقول هذه ممارسة دينية تشبه أي ممارسة دينية أخرى لا علاقة لها إلى البوذيين إلى أي ديانات أخرى أذهب إليهم وأنظر يعني ممارسات قريبة من هذه الممارسات يعني لماذا هذا التوجه تجاه هذا الأمر بالذات لماذا هذه الكراهية والبغض لهذا الأمر بالذات يقول نحن شاهدنا هذا الأمر أنه كيف أن النبي الأكرم خرج بهؤلاء البسطاء والمستضعفين في فترة قياسية يعني أسقط هذه العروش الكبيرة غزى البلدان بني هذه العقول كلها كيف تبدلت بحيث مصالحهم ضربة ضربة كبيرة فلا يسمح المفروض نحن يعني رأينا بأم العين ما الذي يحصل باتباع هذا الدين فالمفروض أنه لا نسمح لهذا الدين أن يأخذ طريقة من جديد لأنه سيفجر في الناس وهذه الممارسات فالمفروض أنه هذه الضوضاء التي تثار في وجوه الزائرين من قبل كثير من الوسائل الآن الموجودة المفروض على جميع الزائرين أن يلتفتوا إلى قضية أنهم إنما يسيرون إلى سيد الشهداء وأنهم يركبون سفينته التي تجري فيهم يعني بين هذه الأمواج التي هي كالجبال وأن نجاتهم تكمن في بقاءهم في هذه السفينة تعرجا على كلامكم شيخنا العزيز ما هو معروف أن الشيطان يأتي للإنسان من موضع ما يحب وهؤلاء الزائرين بمختلف أشكالهم وجنسياتهم وألوانهم وأعمارهم أيضا بلا شك كل إنسان له رغبته الخاصة مثلا يحب الأمر الفلاني يحب الكذا يحب الكذا ما لذى وما هو موجود من شهوات في قلبه وفي نفسه فالشيطان أولا والذين يتبعون الشيطان بأساليبهم سواء كان على صعيد وسوس نفس الأمارة بالسوء أو سواء كان على صعيد الموسوسين الخارجين من جنود إبليس الإنس فهؤلاء الذين يسلطون على زوار سيد الشهداء سلام الله عليها هذه الفخاخ كي يلقوا بهم نعم القضية الآن لابد أن يلتفت لابد أن يلتفت أن الأمر ليس بالهيئة لا من جهة من يمارس هذه العبادة ولا من جهة من يحاول أن يشوش على هذه القضية قضية عندما تنظر إليها وتحللها ستجد أن هناك أمرا كبيرا نتاج هذه الزيارة نتاج هذا الارتباط بالحسين عليه السلام أن يصبح الإنسان خليفة في هذه الأرض والمفروض أن الجهة الأخرى التي تقف معارضة لهذا الخليفة ستتوعد أنها ستقطع الطريق على جميع هؤلاء المؤمنين فهذا الصراح هو صراح دائم وأزلي الآن في زماننا هذا وفيما سيأتي من أزمنه السبيل للوصول إلى مقام الخلافة لأن الإنسان يكون كما أراد الله له لا يتحقق إلا من خلال الارتباط من سيد الشهداء صلى الله عليه وسلم والمفروض أن من توعد وعده لا يمكن أو وعيده لا يمكن أن يتحقق إلا بقطع هذا الطريق هذا هو الطريق لا يوجد طريق آخر كل الطرق الأخرى أمرها هيا ويسير هذا هو الأساس هذا هو الطريق الأهم يعني الآن كما ذكرت لكم من يجعل الحسين عليه السلام ضابطا لسلوكه ينضبط في كل أمره حسنت باقي المجالات الحياتية باعتبار أن سيد الشهداء صار هو وجه الإيمان ووجه الدين كما ذكرنا في هذا الباب فعلى الإنسان أن يلتفت أن سيد الشهداء سيوصله إلى المقام المحمود باعتبار أن نحن في الزيارة نسأل الله أن يبلغنا المقام المحمود المقام المحمود أمر أصلا في أدبيات الطريق المخالف كأنه هذا من المختصات للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله ولا يتصور لإنسان أن يطمح بخياله أن يصل إلى هكذا مقام أوضحنا في الحلقات السابقة أن النبي صلى الله عليه وآله جاء بالشرائع وجاء بالأحكام الشرعية والتعبدية في أن من يطبق هذه الأحكام ويسير على خطى النبي فهو معه يأخذ بيده إلى مقامه وكما ذكرنا أنا وكافل اليتيم كهاتين فمقصد كلامكم أن من يسير على خطى سيد الشهداء سلام الله عليه هو من سيأخذ سيد الشهداء بيده كما نقرأ في الزيارة الشريفة أنه المقام المحمود لكم عند الله الآن سأنقل لكم بعض الخصوصيات التي ترد مثلا في زيارة سيد الشهداء صلى الله وسلم عليه خصوص زيارة الحسين عليه السلام بالقياس إلى باقي الزيارات إلى باقي الممارسات أنه عندنا مثلا الآن في الفقه بعض الأمور الواجبة أو المحرمة مستحبة المفروض هناك قاعدة حاكمة أن الخوف المعتد به من ممارسة هذه الأمور احتمال الضرر الكبير الذي ممكن أن يقع يعني الإنسان بسبب ممارسة بعض الأمور يرفع الوجوب يرفع الوجوب لا يجب على الإنسان بل قد يحرم على الإنسان إيقاع نفسه بضرر إلا أنه من الغريب أن نجد فيه زيارة سيد الشهداء هذا يكشف عن الحث الشديد أن المعصوم بكل وسيلة من الوسائل يحاول أن يربط شيعته بسيد الشهداء هذا الاهتمام الشديد بالحسين عليه السلام وبالارتباط به كاشف عن أن الغاية المتوخات غاية جدا كبيرة ولا يمكن تحقيقها إلا بهذه الطريقة في هذه الرواية ينقل الإمام صلوات الله وسلامه عليه هذا عن الكافي كأنه بإسناده عن الأصام عن ابن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له أني أنزل الأرجان وقلبي ينازعني إلى قبر أبيك الأرجان مكان فإذا خرجت فقلبي وجل مشفق حتى أرجع خوفا من السلطان والسعاد وأصحاب المسالح يعني كما شاهدناها في أيامنا نعم كيف أنه كانوا يقطعون الطريق على هؤلاء الزوار زوار الأربعين نعم فقال يا ابن بكير الإمام يخاطب أما تحب أن يراك الله فينا خائفا أو أن يراك الله فينا خائفا أما تعلم أنه من خاف لخوفنا أظله الله في ظل عرشه وكان محدثه الحسين عليه السلام تحت العرش وآمنه الله من إفزاع يوم القيامة يفزع الناس ولا يفزع فإن فزع وقرته الملائكة وسكنت قلبه بالبشارة وفي رواية أخرى أيضا عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام الإمام يقول له يا معاوية لا تدع زيارة قبر الحسين عليه السلام لخوف فإن من تركه رأى من الحسرة ما يتمنى أن قبره كان عنده أما تحب أن يرى الله شخصك وسوادك في من يدعو له رسول الله صلى الله عليه وآله وعلي وفاطمة والأمة عليهم السلام نفهم من كلام الإمام سلام الله عليه يعني مع أنه قضية الخوف أنه يأتي الإنسان بالزيارة حتى وإن كان هناك الخوف وهناك المانع يعني استوقفني أنه أن الرسول صلى الله عليه وآله وسيدة الزهرة والأئمة يدعون لهذا الإنسان الزائر الآن يعني من يستقرع الروايات التي ترد عن أهل البيت عليه السلام في قضية التوجيه للناس أن يتوجهوا إلى الحسين عليه السلام المفروض أنه يستطيع أن يفهم أن هناك أمرا كبيرا يعني ما نشير إليه المقام المحمود ما نشير إليه من العلم الذي ممكن أن يحصل بسبب سيد الشهداء الكمال الذي يحصل بسيد الشهداء مقام الخلاف الذي يحصل بسيد الشهداء هذا بعد يعني يدفع الإنسان من خلال هذه العبارات أنه يصبح يعني توجهه بعشد ما يكون يعني الآن عندما تأتي إلى الزائرين وتجد أحوالهم أنه يتحملون هذا الحر الشديد مشقة وعناء السفا وتورم القدمين واحتراق الوج هذا ربما يقال له عندما يأتي إليه إنسان الآن يعني من ضمن التشويش الذي ممكن أن يقال له يقال له يعني أنت بإمكانك أن تتقرب إلى الحسين السلام بشكل حضاري ما هو الشكل الحضاري المفروض لا كما أنه يعني في زماننا هذا كنا نشاهد حجا يعني من يعني على بالدرجة يعني كأنه من حج لأهل الدرجة الأولى الـ VIP وحج وحج يعني وسطائم للناس مطلوب منك أن تأتي لسيد الشهداء يعني بشكل حضاري ما هو الشكل الحضاري الشكل الحضاري أننا نجلس في مجلس نوزع ما لذى وطاب من الطعام ومجلس مبرد ونتحدث في سيد الشهداء وفضاله ونتجنب هذه القضية هذا الأمر أمر لا يشتاق إليه طب بالتالي الذي يفعل هذه الأشياء بلا شك له ثوابه وله مقامه وبلا شك سيد الشهداء سلام الله عنه هو مطلع على أنه له ثوابه ولكن لا مقايسة ولا قياس مع الشخص الذي يأتي هذه المسافة من يأتي ويتحمل كل هذه المشاعر الغريب أنه يقول له أنه في كل مرة أتي يعني لا أنه من مرة واحدة وشعوره بالخوف منعه في المرة الثانية لا أنه شوقه لتكرار هذه المشاعر لتكرار هذا التعب لتكرار هذه المشقة بل بالعكس هناك منهم ما ينتظر يعني لسنة كاملة يعد وهذا أدب أدب عالي للناس الآن يعني تطور هذا الأدب الآن أغلب البيوتات الآن أغلب هذه البيوت الموجودة للمؤمنين أنها الآن فيها صندوق على طول السنة يوضع فيه يواضبون على هذه القضية بعضهم الآن لا ممكن أن يشتري شيئا ما ويعد إعداد لأي شيء يقول هذا أنا أعد للحسين عليه السلام هذا ارتباط بسيد الشهداء هذه واحدة من الوسائل أنهم يرتبطون بالحسين عليه السلام في هذا الموضوع ويتأملون أنه متى يأتي هذا اليوم ما هو الوجه أنه الإنسان كيف يعني ينتظر شيئا بهذه اللهفة لو لا أنه رأى يعني من هذه الممارسة هذا النفع العظيم هذه الفيوضات الكبيرة أصلا لا يمكن أن يشتاق لا يمكن أن يشتاق لهذه الممارسة لو لم يشاهد منها هذا الأمر الحسن بكل المتاعب التي يشاهدها بكل المشقات التي يشاهدها يعني كنا نشاهد مثلا قبل فترة طويلة أن الناس تحتاج لكي ترجع مثلا من زيارة حسين السلام أن تقطع مسافات طويلة ماشين على الأقدام ومن ثم يعني يلا تجد سيارة أو ربما لا تجد وقد تتدمر قد تشتكي قد قد لكنه في النهاية يرجع 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 وهو يعلم يعلم أنه ربما سيقع في نفس المحاذير التي وقع فيها سيرجع في المرة الأخرى ومع ذلك هو مستمر أحسنتم كثيرا شيخنا العزيز نعم أحبتي المشاهدين كان البيان في كيف أن الزائر يجب عليه أن يعرف مقام المزور وما هي الحقوق والواجبات التي يجب على الزائر أن ينتبه إليها وفي النهاية بلا شك على الزائر أن ينتبه أنه جاء وهو يسير إلى طهر طاهر مطهر من صلب طهر طاهر مطهر وصلنا وإياكم لختام هذه الحلقة شكرا جزيلا طبيلة الشيخ علي موحان كنت معنا ضيفا دائما في هذا البرنامج مشاهدين الأكارم أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة